ثلاثة أعوام سوداء مضت منذ أن فقد اليمنيون دولتهم واقتصادهم ومستقبلهم دفعة واحدة على وقع صراخ هؤلاء تسلل المشروع الإمامي إلى جسد الدولة من جديد محمولا على انتهازية هذا الموتور وحقده نحن أتينا لإسقاط الحكومة وإسقاط الجرعة طالب هؤلاء قبل ثلاثة أعوام وبنبرة عالية بإسقاط الجرعة التي اعتمدتها حكومة الوفاق الوطني أنذاك في سياق معالجات متكاملة للوضع الاقتصادي وفي منعطف صعب للغاية واليوم يتجرع شعب بكامله النتائج الوخيمة لما اعتقد هؤلاء بصفاقة لا نظير لها بأن ما قاموا به ثورة وأنهم ثاروا تصحيحا لأوضاع اقتصادية مختلة الاقتصاد كما هو الإنسان الضحية الأولى للانقلاب الميليشياوي فقد توقفت عجالته وتعطلت موارده ونوهبت على رؤوس الأشهاد ضاقت الخيارات الاقتصادية لتنصهر في سوق سوداء لا سابق لها وفي ثنايا هذه السوق نشأت طبقة استأثرت بالموارد وبالمزايا وكرست حالة فقر جعلت ثمانين بالمئة من سكان البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في وقت دفعت حرب الميليشيا على اليمنيين مليونين وثمانمائة ألف إلى النزوح قصرا داخل البلاد وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي بدد الانقلابيون خمسة مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي الذي تركته حكومة الوفاق الوطني ونهب أكثر من مليار دولار من الأموال المدعاة في حساب الصناديق التأمينية لتمويل مغامرة الإنقلاب ودعم حرب الميليشيا على اليمنيين وضع اقتصادي ومالي خطير دفع بالحكومة إلى نقل عمليات البنك المركزي إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن تفاديا للانهيار الشامل بحسب تقديرات الحكومة حصاد الثلاث السنوات إذن كان كارثيا على المستوى الاقتصادي فقد أقر الإنقلابيون بعجزهم عن دفع المرتبات في المناطق التي يسيطرون عليها في ظل تآكل غير مسبوق للمعروض النقدي من العملة المحلية واعترفوا بعجزهم عن فتح اعتمادات جديدة لاستيراد السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب في هذه المناطق حشر الإنقلابيون في زاوية حرجة حينما عرض العالم عليهم فرصة لإنقاذ البلاد مقابل تسليم الحديدة وميناءها وتسليم الموارد التي يشرفون عليها لتأمين ما يمكن تأمينه من المرتبات المتوقفة لأكثر من مليون ونصف المليون موظف مرة أخرى يرفض الإنقلابيون التقاط الفرصة ومع رفض كهذا تتعمق مأساة اليمنيين وتتآكل مدخرات الميسورين منهم وتتعطل حركة الحياة وفي مقابل ذلك يمضي الإنقلابيون في تكريس السوق السوداء وفي التهام ما بقي من فرص ليبقى الجوع هو التهديد الذي يتصدر مشهد احتفال الإنقلابيين بثورتهم المشؤومة في ذكراها الثالثة